اشتركوا في القناة ويبقى دائما اختياري على حسب الزوق منطول شالكم وعلى بركة الله نبدأوا في المقادير وطريقة التحضير اذا نجيب الغاسي بيونتاعي نحطوا فيه ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة الخبز وملعقة كبيرة سكر حبيبات وكاس حليب دافي بالنسبة للحليب عندنا كاس ونصف كاس نبدأ نحط كاس ونخلطه مليح ومن بعد رح نزيده حبابيض وبيض بيضة ونكمن نخلط رح نزيد نصف كاس زيت ونزيد نصف ملعقة كبيرة تعل الملح دائما على حسب الزوق ونخلطه مليح حتى تمتزج الزيت جيدا مع باقي المكوينات رح نكمن نزيد نصف كاس تعل حليب نعود للإفادة بالنسبة للحليب عندنا كاس ونصف كاس رح نزيد اثنين كيسين تعل فارينة او الطحين نزيد الحباب السوداء هنا رح نخلطه مليح هذا الخطوة مهمة جدا رح تخلي العجينة تانا يجيب الزف خفيف وارطب رح نزيد ثلاثة كيسين تعل فارينة او الطحين ونبدأ نجمع العجينة تانا حتى نتحصلوا لعجينة طارية وما تتلع سقش في اليدين كملاحظة إذا مجمعتوش العجينة تاكم بهذا الكمياتها الحليب تقدروا تزيدوا الحليب حتى تجمعوا العجينة تاكم فقط الحليب لازم يكون دافي ماشي بارد وهنا من بعد مجمع العجينة كيما عودكم دائما بدون عجن وبدون دلك وبدون أي مجهود طارية رح نغطيها ونحطها في مكان دافي ونخليها حتى تخمر ويضع في الحجمة الحجم تحى عفوا مدة الاختمار من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة هنا من بعد ما خمرت ويضع في الحجم تحى ما شاء الله ناخذها ونحطها فوق طاولة العمل ونقسمها إلى 20 كويرة بالتساوي كيما عودكم دائما بدون ما نستعملوا الميزان نقسموا العجينة تاعنا بالتساوي بهذا الطريقة هنا من بعد ما قسمت العجينة التاعي إلى 20 كويرة وكورتهم رح نغطي العجينة التاعي بيش ما تنشفش ونبدأ نبسط بالحلة العجينة بشكل دائري بهذا الطريقة رح نحطها على جنب ونكمل كامل الكمية بنفس طريقة وكما راكم تشوفوا هنا ياخذينا 10 كويرة نحلوهم بالحلال بهذا الطريقة وهنا ما زال بقاولنا 10 كويرة رح نزيد ونحلوهم أيضا بالحلال بنفس الطريقة هنا عندي تقريبا 100 كرام زبدة طارية بحرارة المطبخ نجيبه الصحن نحطه فيه العجينة تاعنا بهذا الطريقة نبدأ ندهن بالزبدة ندهنه من الوسط وعلى الأطراف يعني ما ندهنه من الوسط ونخليه الأطراف لازم ندهنه من الوسط وعلى الأطراف نزيد نحطه الطبقة الثانية ونزيد ندهن بالزبدة ونكمل بنفس طريقة حتى نحطه 10 طبقات كل صحن رح نحطه فيه 10 طبقات وبين كل طبقة وطبقة رح ندهنه بالزبدة بهذه الطريقة رح نتحصل لها عجينة مورقة والفطائر دعنا رح تجيء مورقة ومقرمشة ودائما طبقة الاخيرة رح نحطها وما ندهنهاش بالزبدة رح نواسيها هكذا بيدي هنا وش رح ندير رح نغضيهم بكيس بلاستيكي عذائي ونحطهم في الثلاجة ونخلي العجينة ترتاح مدة 5 دقائق فقط هذا ما كان اذا هنا كما رحكم تشوفوا العجينة تاعي من بعد ما حطتها في الثلاجة وخليتها ارتاحة مدة 5 دقائق نحيها ونرشوا شوية فارينة فوق طاولة العمل كما نقولكم دائما مدك الترش باش العجينة تاعنا تبقى محافظة على القوام تاحها نبدأ نحلها بالحلال بشكل مستطيل وبسمك رقيق هنا رح نبين لكم سمك العجينة نبدأ نقسم العجينة تاعي بهذه الطريقة هنا ممكن تقسموها مستطيلات او مربعات كما تحبوه ونزيد نرسم خطوط متساوية طريقة بزيف سهلة وما تخوش من الوقت لانو العجينة تاعنا ما شاء الله تخمر بسهولة والعجينة تخمر بسهولة تعاوننا بالساف ونحضروا فطائر في وقت قاسر جدا بطريقة سهلة وممتعة كما عودكم دائما وايضا لوصفا تعنا ما فيهاش بزاف التعقيدات ننصح دائما المبتدئات يتبعوا الخطوات جيدا ويتقيدوا بالمقادير راح يتحصلوا على نفس النتيجة ونزيد نوزع الحشو وبعض طريقة بالنسبة للحشو يبقى دائما اختياري كما نقولكم دائما ديروا واش عندكم في المنزل واش تحب عيدكم وعلى حساب الرغبة بالنسبة لي اخذت المقلاح احطتها على نار متوسطة وحطت فيها كمية قليلة تعزيت وقليلة البصلة مع صدر الدجاج مطروم مع فص ثوم والملح والفلفل كحل والمعدنوس وقليتهم ونصف ملعقة كبيرة على هريسة ونزيد الجوبن ممكن تديروا اي نوعية متوفرة عندكم في المنزل او ممكن تديروا الجوبن المبشور او ممكن تخلطوا الجوبن في المقلاح مع الحشو تاكم ونبدأ ندور بحبطة هنا رح نغلق الجوانب جيدا بعض طريقة وبالنسبة للفطائر ممكن جدا تشكلوهم بهذه الطريقة وتحطوهم في الصينية ودهنهم بسافر بايض وتزينوهم بالسانوج وججلان ايضا الشكل التحوم رح يجي روعة اذا من بعد ما اكملت هنا رح نشكلوهم على شكل وردة رح ندوروهم بهذه الطريقة نزيد وحدة كيف كيف رح نغلقهم مليح على الجوانب هكذا بعض الطريقة وندور هكذا شكلوه شكل تاع الوردة اذا كما رحكم تشوفو من بعد ما شكلت الفطائر وكملت نحطوهم في الصينية وندهنهم بسافر البيض مع نصف ملعقة كبيرة تعالحليب كما نقولكم دائما اللي ما يحبش رحة البيض ممكن تزيدوا قطرة من الخل او نصف ملعقة صغيرة نس كافي ونزيد نزين بالزيتون الاسود والسيمسي وكموا لحظة ما نخليهم شي يخمروا للمرة الثانية مباشرة نحطهم في الفرن ونطيبهم باش يجوا مقرمشين ومورقين وطبعا في هذه اللحظات الفرن تاعي سخون سخنتوا مسبقا رح نطيبهم في ميتين دراجة ومدة الطهي عفوا من 15 دقيقة الى 20 دقيقة كل وحدة والفرن تاحا وبالنسبة للاخوات للفرن تاحهم يشعل من الاسفل فقط الصينية حطوها في الوسط ويشعلوا من الاسفل وطيبهم ومن بعد زدوا وشعلوا من الفوق وحمرهم اما الاخوات للفرن تاحهم يشعل من التحت ومن الفوق في نفس الوقت الصينية رح تحطوها في الوسط وطيبهم عادي رح نعود لكم للإفادة الفطائر تعنا ما نخلوهم شي يخمروا مباشرة ناخد الصينية تاعي نحطها في الفرن ونطيبهم ونشوفهم في شكل نهائي في مباد ان شاء الله اشتركوا في القناة وتجربوهم وتحبوهم وتزينوا بهم طاولة الإفطار ان شاء الله اكيد اذا جبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبرتاجوا مع لزامتكم للاستفادة واللي ما زال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد اشتركوا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام انتظروا في روحتيكم في امان الله